لليوم الرابع على التوالي حالة القلق والخوف تسود جل الأسواق والقطاعات الاقتصادية في المغرب قلق يلتبس بنوع من الخيبة من عودة المملكة لسياسة الإغلاق السريع في وقت انتظر فيه المغاربة تخفيف التدابير الاحترازية إثر تحسن الوضعية الوبائية مخوف متفاقمة من تكبد الأسواق خصائر باهظة في إعقاب استحواذ أوميكرون على صدارة الأخبار السلبية المتتالية بإغلاق المملكة لحدودها في الأسبوعين المقبلين أمام الملاحات الجوية والخشية من استمرار إغلاق الطيران لفترة الأطول مع تساعد الإجراءات الاحترازية قطاعة التجارة السياحة والطيران ستكون في فوهة شظايا المتحور الجديد وهنا يرى الاتحاد العام للمقاولات والمهن أكبر كيان نقابي في المملكة أن حالة عدم اللقين التي يؤججها المتحور الجديد ستفضي حتما إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطن البسيط تداعية فورية بدأت تبرز في تعطل القطاع السياحي المتعثر أصلا على مدار العامين الماضيين بإلغاء حجوزات الفنادق التي كانت تعول على عودة السياح في ديسمبر المقبل بمناسبة أعياد الميلاد لتعويض جزء من خسائرها إغلاق المملكة لحدودها الجوية سيمتد ليشمل أيضا الرحلة البحرية لنقل المسافرين اعتبارا من الثلاثاء حالة إغلاق شامل سيكون لها ارتدادات على النقاش الجاري في البرلمان المغربي حول مشروع موازنة العام المقبل الذي رهن على عودة الانتعاش غير أن تطورات الأخيرة قد تفضي إلى دفع الحكومة للتعايش معها مع توقعات بتوسع عجز الميزانية الذي بلغ 48% من النتيج الداخلي الخام